السلام عليكم اخباركم يا جماعة وحشيني جدا النهاردة نعمل مع بعض حاجة حلوة اوي اوي خفيفة جدا كل محتاجة يكون معاك شوية ديق ويلا بينا نشتغل ونشوف طريقتنا الحلوة هتعجبك ازاي بس بقول في البداية لو اول مرة بتزوري القناة وعجبك الفيديو ما تنسيش تنزلي تعملي اشتراك وهيزهر بعد كده الجرس بتضغطي عليه بكل فيديوهاتي هتوصلك ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فتيرة هيلة لحيه انا اخترت يعني اخترت ان انا احط اسمها ازاي لان هي من كتر ما هي جميلة وخفيفة وهشة وكتني جدا وطعمها روعة فما كنتش عارفة يعني اختار اسمها لحد دلوتي وانا بكلمكم مش عارفة احط الاسم ازاي الفتيرة دي هنعملتها بحشوتين ممكن تغيري الحشوة اذا حبيتي هسيب المقادر جوه الصندوق الوصف انا عملتها باللبن وده نزلت بالسكر وهنزل براشة ملح عايزكوا توصلوا الفيديو الاعلى نسبة لايك بعد اذنك يا جماعة وهسيب لينك القناة تانية بتحتي من تحت علشان زي ما قلنا في البداية لو القناة دي لا قدر لاحظها حاجة وقفلت يبقى في تواصل بنا في قناة تانية منزل بالزبدة بتحت شيء ممكن لو مش عايزة تستخدمي الزبدة ممكن تستخدمي الزيت بس ما يكونش زيت زتون بنزل بالخميرة بتحتي كل المكونات بحطها مع بعض الطريقة السهلة وبسيطة ومفهاش يعني انك تبدالي تشيلي وتعملي كله مع بعضه باخد المكونات بتحتي اهم حاجة في الموضوع ده ان اللبن يكون دافيم السخن بشغل المكونات بسيط وبعد كده بزود في السرعة ان انا انا ما بعملش اختبار للخميرة على فكرة انا عارفة الخميرة دي بس انت لازم تختبر الحميرة بتحتك عشان ما تبوزيش الحاجة اللي انت بتشتغلي عليها بنزل بالدقيق بتاعي بالتدريج دايما وفي كل فيديو اقول لو هتعملي تحطي اللبن الاول تنزلي بالدقيق بالتدريج الحد ما تلمي معاك العجينة بالقوام اللي انت عاوزها او الشكل المزبوط بتاعك او العكس بكده العجينة بتاعتي حلوة قوي كل حاجة فيها مزبوطة نعمة بتعمل معايا بتفرد معايا وانا بفردها كده هادي هن بقى الزيت من فوق ومن تحت واغتيها الجوة عندنا بقى خلاص تقدروا تقولوا احنا بقينا في الشيطة يعني انا عشان اخليها تخمر بسرعة كنت فتح الفرن بتاع بتوجاز والله وحطاها من فوق يعني هامل ايه عايزها تخمر بسرعة يعني انا تعودت ان في خلال ساعة كل يبقى جاهز يا اما كده حطاها في المال شافة وانا بابا منش غير كده بغطي عليها بقى عشان تخمر بسرعة الجو فعلا صعب قوي قوي عندنا اللهم مستعين بكده خلاص جهزت معايا بشتغل عليها جميلة حي تبارك الله عايز اقولكو ان الولاد في الصباح بعد ما اكلوا منها اخدوا معاهم في كياس الهي الزبلاج بتاعيتنا الجيء وراحوا بيها المدرسة تبارك الله يعني كانوا مبسوطين جدا انا عن نفسي يعني انا مش عايزة يعني احكي دلوقتي ولسه متعملتش بس هو فعلا تبارك الله حلو قوي قوي يعني اول ما هتعمليها واتجربيها مش هتستغني عنها خالص كمان ما بتاخدش وقت مش مكلفه خالص بحاول افرد العجين بتاعي عشان اوزعوه ما تحيريش نفسك الطريقة اللي تريحك تشتغلي عليها على قد ما تقدري تخلي كله يبقى قد بعضه عشان في السوا يبقى شكله حلو برضو انا ببقى عايزة اكل حاجة كويسة وبردو في نفس الوقت يبقى الشكل كويس فعلى قد ما تقدري يزبطي بقى بفرد العجين بتاعي هعملهلكو على شكلين علشان السهل ليكو اشتغلوا عليه هنا بغض جزء كبير من العجين بفردو بشكل انتو شايفينو سهلة وبتفرد بصرحية تبارك الله وزاي ما شوفنا امكانيات بسيطة جدا وغير مكلفة لو عندي كده دلوقتي ادخلي ام يعمليه لو مش عايزة تعمليه بالماء باللبن اعمليه بالماء هنا انا هحشيه بكريمة شيز بتاعي وعندي نوتالا لان اشتغلت عليها معاكو حقي تبارك الله والله ما شاء الله ولا قوة الا بالله هتحطيها في كيس هتحطيها في كونو ارتاس اللي هي اعجبك انا عن نفسي بستخدم حاجه زي كده وبرميها بعد كده بيئة هيالي ده هيبقى اوفر ليك كمان لاني لما بجيب تكونه اسعاره غالية عندنا هو موجود معايا الحمد لله بس على قد ما بقدر يعني الحاجات الامناده مش هستخدمه كتير يعني لو هستخدمه كتير وكي مفيش مشكله بعد ما بحطي الكمية اللي انا محتاجها انت بقى تزويدي براحتك او تقليل براحتك المهم هنا انك تقفلي كويس عليها من كل الجناب علشان مفيش حاجه تخرج من برا ممكن تغيري الحشوه لو انت مش عايزة الحشوه دي وتحطي حاجه تانية انت بتحبيها بس عايز اقولكم انك لو عملت الطريقة دي هتعمليها كل يوم مش هتستغني عنها ابدا كل يوم او عادي كل يوم لازم تعمليها من جملها عندي صنية بادهنها الزبدة يعني جوستن كيس قفلت الجناب بتاعت كويس قوي قوي هنزل بها بالشكل ده الجوز التاني بقى هقفلو نفس الشيء زي ما انتو جايفين بحاول الف ما بضغطش قوي الا في اول واحدة وابتدي اضيف بقى كله جنب بعضه اديني في النهاية شكل حالو هنا في الشكل ده مش هقسمها نصين عشان لو انت مش حابة انك تقسمي نصين بتغدي جوزي بيتصغري العجينة شوية وبعد كده بتحطي جوزي في الاول وجوزي في الاخر وتقفلي انا كل ما افتكر طعمها اضعف يعني بحقيقي تبارك الله لكن انك تتخيلي بنتي في الصباح وهي او هي بتعمل تستعليه اول ما تعملت بتقول لي ايدي يا ماما دمالت الجبنة طعمها مش عارفة مفيش حاجة يعني تقدري اما اقدرش مش لايه مانا اقولوكم عليها بس انت لما تجربيها فانا هتقولي لي رأيك وهشتغل على كل كمية بتحتها بالشكل ده الا الجوزي الاخير من اللاعجين انا غيرت وهو هتحطي بالشكل ده هغطي بقى عشان يرتاح شوية ده جوز اخير غيرت الحشو ونزلت بقرفة وسكر بني ولفتها على شكل رول وحطيتها في الصينية ده شكلها بعد ما اختمرت خلاص هادي نوشها بالبيت الناس ما بتحبش البيت قلنا قبلي كده ممكن ما تحطش بيت ولما تسويها وتخرج من الفرن تبقتين هنوشها عسل او سيرب الشي اللي بتحبوه هنزل بقى بالسمسم وبسيط من حبة البركة عايزة لكم اني محفيش حد عندي بيحبي حبة البركة بس انا المرة دي لما حطيت عليها جزء بسيط من حبة البركة فرق في الطعم الطعم خطير حقيقي انا مليش برضو فيها قوي عشان تبعارفين بس الطعم فرق يعني لو عايزة تجربي تحطي كده بسيط في وحدايا عشان تحس بالفرق جربي ده شكلها بقى ده الايسنج بتاعي سهل جدا عملته هدهن الوش بسيط عشان خاطر اغير من الطعم يبع عندي يعني ثلاثة فليفر ليهم ده عبارة عن زبدة مع سكر سهل جدا ان شاء الله هعمل الطريقة وانزل بيها وهي بقى السخنة دلوقتي يعني من السخنة قوي وإلا كانت بقيت ملتي معي وانا بحطها حشة مش عارف اقول لكم ايه تاني يعني انتو لازم تجربوا الطريقة فعلا عشان تعرفوك فيه ناس تبارك الله عملت حاجات كتير كاتبالي ان هم عملوه كل حاجات تبارك الله مزبوطة الحمدو الله رب العالمين شكرا لكم كلوك يا جماعة حقيق ده شكلها خفيف 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 جدا اتمنى اكون الطريقة النهاردة حلوة قوي لكم وعجبتكم اول ما بقى طاحة بقى بصوا بتتقطعي ازاي بالشكل بتاعها ما شاء الله انا بنزوالي دي افضل من الكيك بمراحل على فكرة شايفين حشة جدا خفيفة الجبنة ملتي انو تلات طعمها مش عارف اقولي التاني مش عارفة حقيقة تبارك الله لازم حقيقة تجربيها هتعجبت جدا حطتها كنت يمسخنا الفورن على درجة حرارة متين ودخلتها قاعدت حوالي تلت ساعة واثنين وعشرين ديها بس الفورن كان سخن على فكرة يعني ان كنت يشغلها لحاجات تانية فلازم تحط ده في الاعتبار اللي يحب يحمر الوش اكتر من كده ممكن يشغل عليه اسمها ايه من فوق دي شعلا من فوق عشان يحمر الوش بتقطعها بالشكل ده او باي طريقة تعجبك انا عنافسي ولدي كلهم اقطعها بالشكل الجميل ده الشكل بكونه ده واخدوها معهم في الصباح وفتروا بيها الطعم حلو قوي جدا اتمنى الطريقة تعجبكم لو اول مرة بتزوروا القناة ما تسنسوش تشجعوني بلايك وتعملوا اشتراك للقناة وهيزهر لكم الجراز